اشتركوا في القناة انتهت مشاكل رونالدو المادية ومعاناة عائلته الى الابد عام 1994 عندما اصبح محطة انظار العالم بعدما فاز نادي بي اس بي اند هوفن الولندي بخدماته مقابل عشرة مليارات ليراء ايطاليا كل الذين اعتقدوا ان انتحاقه بكرة القدم الاوروبية سوف يؤثر سلبا على معدل اهدافه في البرازيل اجبروا على مراجعة مواقفهم امام النتائج التي حصل عليها خمسة وخمسون هدفا خلال ست وخمسين مباراة هي الحصيلة وتتويج المسيرة بالحصول على كأس هولندا المحصلة الاولية لتجربته الاوروبية لم تكن مرضية تماما اذا ان العملية الجراحية التي اجراها رونالدو في الموسم الثاني قلصت انجازاته كان يبشى على رونالدو ان تدفع لياقته البدنية ضريبة نهاية التي تطالب بها كرة القدم اكبر النجوم قبل الاوان وامام المبالغ الكبيرة بات حجم الاستفادة من اللاعب محل شك من النواد الكبيرة خاصة من الانتر فكرة استقدام رونالدو ولدت منذ ثلاثة عوام عندما تنازلنا عن جونك لهولندا حصل الانتر على الاولوية في التعاقد مع رونالدو وفي نفس الفترة قدم برشلونة عرضا لانتدابه وفي تلك الاثناء تعرض رونالدو للاصابة وخضع لعملية جراحية تخشينا الا يعود الى نفس المستوى بعد الاصابة خاصة وان شعره كان مرتفعا لذلك تنازلنا عن حقنا في الاولوية في موسمي ستة وتسعين حمل مبلغ ثلاثين مليار ليرة ايطالية رونالدو بقوة الى برشلونة الاسباني وحتى اليوم لم تفهم حقيقة هذه الصفقة مبالغ صفقات الانتقال في تلك الفترة كانت توصف بالمهول وغير المعقول بل وغير الاخلاق فهي كبيرة جدا وتدفع في مجرد العبارة رونالدو كان يعمل من جهته جاهدا ليبرهن ان استثمار ذلك الكم الهائل من الاموال كان في محله اصبحت المباريات تتيح فرصة كتابة صحيفة كاملة عن كرز القدم نتذكر هنا المباراة التاريخية لفريق برشلونة حين تدارك تأخره بثلاثة اهداف امام جمهوره في دور الاربعة لمسابقة كأس الملك في اسبانيا موسيقى 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 اندمج رونالدو في نادي برشلونة بشكل جيد وكان مناسبا لسياسة النادي القائمة منذ ثلاثين عاما والتي تسعى لان يكون اكبر نجم في العالم هو محور الاستقطار في ملعب نو كامب هذه السياسة قائمة منذ السبعينيات عندما قدم يوهان كرويف الاسبانيا لاختبار نجوميته بعد ان شكل ثورة في كرة القدم الهولندية وفي الثمانينيات جاء مارادونا ليحمل مسئولية امتاع الجمهور جمهور متشدد للغاية وعدت دوره على رونالدو ورغم اختلاف الاساليب فالنتائج لم تكن اقل من اسلامه انه اطوى لاعب على الاطلاق ولكنه ليس كافيا وحده ليفوز بالدور هذه الجملة لفابيو كابيلو مدرب ريال مدريد في تلك الفترة وهي تلقص نوعا ما تجربة رونالدو في اسبك في موسم ستة وتسعين سبعة وتسعين قدم رونالدو افضل ما لديه وتصدر قائمة الهدافين باربعة وثلاثين هدفا في سبع وثلاثين مباراة كان رونالدو ممتازا بالفعل في ادائه رغم ان ذلك لم يمنح برشلونالا قب على اية حال كانت تعويض بالفوز بكأس السفر وكأس اسبانيا وكأس الكيوس الاوروبية من السهل التعرف على اهداف رونالدو فهي تبدو كأنها تحمل علامة صانعه فروني يطير فوق الميدان فلا يلحقه احد وهو يتحكم بالكرة جيدا ويسدد في وقت غير منتظر فلا عائق يمنعه من التقدم ولا مراقبة تحد من خطورته بارشلونالا فريق ممتاز اصلا اذ يضم عناصر مثل بلان وجيوفاني وفيغو وستوشيكو ثم التحق بهم رونالدو وبات مهما في كل المناسبات لقد اضاف الى تلك التشكيل القوية عنصر متعة المشاهدة الذي لم يحققه سوى ويوم بعد يوم تكونت اسس فوزه بالكرة الذهبية عام سبعة وتسعين من هذا السجل الحافل جاءت رغبة رئيس النادي نونياس في ضم رونالدو مدى الحياة وتم اعداد العقد لمدة تسع سنوات لينتهي عام 2006 انها الطريقة الوحيدة لابعاده نهائيا عن المشاركة في الدور الايطالي وابقائه في اسبانيا ورغم ان مسيرة احترافه بدت محصنة كليا فقد برزت بعض الصعوبات وسوء تفاهم في صيف سبعة وتسعين بين رونالدو وبين ادارة النادي الكتالوني جرت الامور بعكس ما تمناه مسؤول برشلونة فتعقدت الامور خاصة وان المنافسة لم تكن شريفة ولكن اللاعب فضل عرض موراتي والانتر فاتمت الصفقة اريدهم ان يعرفوا في برشلونة لماذا غادر سلطري لهم ان يقولوا ما يشعون ولكن العقد كان يعطيني حق المغادر كنا نريد بناء خط هجوم قوي وكانت الاسماء التي تتردد اكثر في ذلك الوقت انزاد بيرهوف وباتستوتا ولكن موراتي قال ذات مرة هناك امر لو احققه فسيكون في صالح الجميع ثم شرح لنا اهتمامه برونالدو وبدأ الامر صعبا ولكنه لم يكن مستحينا موراتي موراتي رئيس الانتر على الفرصة وتمكن من اقصاء منافسه كرانيوتي رئيس لاتيو وبصعوبة فرط برشلونة في لاعب لا يعود الانتر هو فعلا فريق الاول في اوروبا اردت الانضمام اليه ولكن تحولت الى فائز في اندوفن لالعب موسما او موسمين كحد اقصى في هولندا بعد ذلك كنت اريد الانتقال الى اسبانيا او ايطاليا لكن اكثر فريق يعجبني هو انتر ميلان وفعلا اتيت الى الانتر واشعر بالافتياح هنا لقد استقبلني بكل حب ورحبني بحفاوة حتى شعرت انني مهم جدا